القاضي إخوان ميرشان المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكية السابق دونالد ترامب أنه لن يسمح بالتعرض لترهيب من قبل أي محلف في قاعة المحكمة وعظف ميرشان أن ترامب كان يتلفظ بكلمات بصوت مسموع بينما كان محاموه يستجوبون محلفا محتملا مشيرا إلى أنه لن يتسامح مع ذلك وعقب جلسة المحاكمة صرح ترامب أن لديه مشكلة حقيقية مع القاضي الذي ينظر في قضيته ولن يحصل بالتالي على محاكمة عادلة